إلى مراسل تغيير في البرلمان محمد فراس محمد ما هو الجديد لديك حتى هذه اللحظة نعم إلى الآن مجلس النواب في فترة استراحتي التي حددها نصف ساعة لكن النصف ساعة انقضى وقتها وتجاوزت المدة نصف ساعة من المفترض أن يكون المجلس الآن في مرحلة استئناف وفي مرحلة تصويت ضمن الجولة الجريدة الجولة الثانية لكن كما تحدثت إلى الآن في الاستراحة التي خلدت من هيئة الرئاسة جلسة مجلس النواب التي تعتبر من الجلسة الماراثونية ذات النفس الطويلة التي يحتاج فيها التشريعون إلى جولتين ولربما أكثر من جولتين حتى يصلوا إلى حسم اسم لرئيس مجلس النواب كما تحدث عدد من النواب أنهم لربما سينتقلون إلى جولة ثالثة وجولة رابعة يعني اقتضى الأمر لكن كما حدثت في الجولة الأولى نسبة أصوات عالية كانت أن تصل إلى النصف زائد واحد فارق لربما عشرين أو تسعة عشر اسم عن فوز السيد شعلان الكريم ننتظر ما ستقول إليه الأحداث في الجولة الثانية وما ستفرزه نتائج التصويت وما ستفرزه آلية التصويت في الجولة الثانية نعم محمد يعني من خلال تواجدك تحت قبة البرلمان هل تمكنتم من لربما الوصول إلى معلومة تتعلق فيما إذا كان من الممكن حسم هذه المسألة اليوم كما قلت قبل قليل أو تأجي لها إلى لاحقا نعم الحديث اليوم يدور داخل مجلس النواب حول شخصية رئيس المجلس الجديدة التي لها معاييرها وصفاتها لدى عظام مجلس النواب الذين دخلوا إلى التصويت هناك توجهات لاختيار الأكفأ منهم بحسب النواب الإطار التنسيق اليوم يتجه نحو اختيار خاصة كما تحدث في بدء أو قبل أن تبدأ الجلسة الإطار التنسيق عدد من النواب تحدثوا بأنهم سيتجهون نحو من حاز عدد أصوات أكبر في الجولة الأولى ولربما سهم السيد شعلال كريم سيرتفع إلى أكثر من 152 صوت في الجولة الثانية هذا ما تحدثت به نواب الإطار التنسيقي أكدوا مرارا على هذا القول بأنهم سيتجهون لتصويت على من ينال أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى فلربما ستحسن من الجولة الثانية وكما تحدث بأنه لم يكن الفاصل بين تسنم السيد شعلال كريم منصب الرئاسة سوى 19 صوتا أو 20 صوتا حسب عدد أعظام مجلس النواب بالتالي لربما سيحسن في الساعات القادمة منصب رئاسة مجلس النواب لرئيسه الجريد نعم إذن محمد أنت الآن كما قلنا في البرلمان وبحكم قربك من الشارع العراقي من المؤكد أنكم لربما قريبين من نبض هذا الشارع فيما يتعلق باختيار رئيس مجلس النواب ومدى أهمية هذا الموضوع بالنسبة للشارع العراقي نعم الشارع أو المواطن تحدث عن المواطنين بالدرجة الأساس المواطني دخل المحدود ودخل المتوسط الذين يبحثون عن تغيير واقعهم من خلال التشريعات القانونية وتشريعات القانونية لن تحدث إن لم يكن هناك رئيسا لمجلس النواب ما يعني أن أي تأخر في اختيار وفي حسم منصب رئاسة مجلس النواب ستؤثر بشكل مباشر وبصورة سلبية على حياة المواطنين الذين ينتظرون التشريعات كما تحدثت التي تغير الواقع الاقتصادي وتغير أيضا الواقع الأمني هناك تحديات أمنية هناك تحديات اقتصادية كبيرة يواجهها الشارع العراق اليوم بالتالي يبحثون عن حسم هذا المنصب بأسرع وقت ممكن دون أن تكون هناك مشاكل سياسي الاستقرار السياسي مهم لأن يكون هناك استقرار اقتصادي واستقرار أمني فبالتالي هناك معايير أيضا يضعها الشارع العراقي في شخصية رئيس مجلس النواب الجريبي أن يكون عراقيا ليست عليه ملفات فساد لا توجد هناك عليه مؤشرات هذا ما يبحث عنه المواطن أن يكون رئيسا منتخبا بحرية دون أن يكون هناك ضغوط وأن يكون متوجها لخدمة الشارع العراقي منذ التشريعات القانونية التي تخدم مصالح المواطن اشتركوا في القناة